هناك إجماع علمي صاحق على أن الاحتباس الحراري هو من صنع الإنسان منذ الثورة الصناعية احتلت كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري الغلاف الجوي مما أدى إلى تغيير مناخ الأرض تطلق الأنشطة البشرية حالياً أكثر من 30 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام مما يشكل زيادة تعاد الـ 40% مقارنة بمرحلة ما قبل عصر الصناعة كما تضعفت تركيزات الميثان خلال معظم القرن العشرين وارتفعت تركيزات أكسيد النايتروز بنسبة 20% تقريباً على مدار السنوات الماضية ولكن ما هي بالتحديد الأنشطة البشرية التي تسببت في كل هذا الضرر؟ تأتي الصناعة التي تعتمد على حرق الوقود الأحفوري في مقدمة الأنشطة المدمرة للبيئة ويعد تزويد المباني بالطاقة ووسائل النقل من المساهمين الرئيسيين في انبعثات غازات الاحتباس الحراري كما يساهم إنتاج الغذاء في تدمير البيئة بسبب انبعثات ثاني أكسيد الكربون والميثان وغازات دفيئة أخرى بطرق مختلفة ويعد تدمير الغباب أحد أهم أسباب تغير المناخ إن سرعة وحجم التغير المناخي الذي نواجهه اليوم هو أمر غير مسبوق وبمرور السنين أصبح من الواضح تأثيره المدمر على حياتنا اليومية يمكنك انظر التغير المدمر على حياتنا اليومية يمكنك انظر المدمر على حياتنا اليومية بوضع العدد من المناخي ولكنه تحتاج إلى مدمر وحجمات المدمر وإمكانكت للإمكان انفاق المدمر اشتركوا في القناة